أنا أكرم الخطيب سوري من محافظة الرقة ولدت كمان وربيت وعشت في الرقة بالشهر السابع من عام 1969 محافظة الرقة تتربى على مساحة بحدود للعشرين ألف كيلومتر مربع نهر الفراتي اخترق من الشرق إلى الغرب فهي على ضفتين شمالية وجنوبية للنهر هناك مساحات شاسعة على سرير النهر مروية بالراحة إضافة إلى المشاريع الرئي العملاقة التي أقيمت بالمحافظة حقيقة يعني من سد الفرات إلى سد المنصورة بدأت المشاريع بعد إنشاء سد الفرات أو بعد تدشينه الذي تم تدشينه أظم بعام 1976 أو 1978 بعد ما تم تدشين السد بدأت المشاريع الزراعية مشاريع رئي عملاقة حقيقة وانشأت بالمحافظة وبقيت المشاريع المتوالية إلى قبل بداية الحرب بسوريا إضافة إلى ذلك المشاريع أو الأراضي التي لم يخدمتها هذه المشاريع الرئي كان فيه مشاريع خاصة هي اجتهادات من أصحاب الأراضي بحفر آبار ارتوازية للمنطقة التي لم يشمل الرئي بالراحة والمناطق التي كان يصعب فيها حفر الآبار بقيت على الزراعة البعلية فالمحافظة تكاد تكون بشكل كامل يعني تستثمر أراضيها زراعيا سواء مروية أو بعلية بمحاصيل استراتيجية أيضا وهذا موضوع هام يعني إذا بنا نحكي على المحاصيل الأساسية اللي كانت تزرع بالرقة اللي هي القمح والقطن والشوندر السكري وذر الصفراء هاي كلها محاصيل استراتيجية كانت تسوق إلى الدولة حسرا إلى مراكز تسويق تابعة للحكومة يمنع كان بيع المنتجات الزراعية للقطاع الخاص أو لتصديرها عن طريق شركات خاصة أو تجار محليين أو حتى من باقي المحافظات طبعا هذا الأمر كان كثير مضبوط أمنيا يعني إذا بنا نحكي لحتى أنه ما حدا يحسن يبيع لقطاع خاص أولا عدم وجود ترخيص لشركات قطاع خاص تعمل بهذا المجال كان يفسح بالمجال للحكومة أنه هي تكون التاجر الوحيد والمسوق الوحيد لهذه المحاصيل وهذا الأمر كان يتبع ظلم للفلاح والمزارع بأسعار هي المنتجات يعني إذا نحن بنعمل مقارنة بسيطة كانت بين سعر وهذا معروفا نحكي عن محاصيل الاستراتيجية اللي هي إلى قيمة سوقية عالمية معروفة على مستوى العالم يعني إذا نحكي القطن أو القمح له سعر عالمي هذا المنتج بتلاحظ الظلم وقت بتقارني بين السعر العالمي اللي موجود بالأسواق الدولية وبين السعر اللي كانت تفرضه الدولة على المزارعين والفلاحين أهم الشيء الربح الكبير كان تحقق الدولة والظلم كان يقع على الفلاح ويقع على المزارع علما أنه مستلزمات الانتاج من أسمدة وبذور ومسلا نقول أكياس فارغة وشلول القطن وحتى محروقات تضاعفت كذا مرة وبقي المنتج لسنوات طويلة محافظة على سعر واحد مما أدى إلى تدهور الزراعة بالمنطقة نحن كنا نشتغل نظرا لقلة الآليات بفترة من الفترات عند المزارعين والفلاحين ونظرا لصعوبة التسويق أيضا بمراكز التسويق الحكومية كان كتير من الفلاحين والمزارعين يضطروا أنه يبيعوا منتجهم لتجار محليين اللي هن ياخدوا هذا الدور بإيصال شراء هاي البضائع أو المحاصيل هاي وتوريدها إلى مراكز الدولة يعني نحن كنا همزة الوصل بين المزارع وبين أنا وبعض الأشخاص يعني كتير من الأشخاص وأنا بيحكي عن تجربتي الشخصية حقيقة الظلم ما كان يقع علي أنا إذا بدي أحكي بتجرد وبحياذية ما كان يقع علي أنا كتاجر بقدر ما كان يقع هو على صاحب المحصول الأساسي هلأ تركت المجال حقيقة بعد 98 موضوع تجارة الحبوب صفة موضوع يعني يعني شو مدي أحكي ما عاد فيه سمرة حقيقية وما عاد فيه يعني الفائدة اللي كنا نحققها بالسنوات اللي قبلها كترة وسائل النقل عند الناس صار موضوع التسويق أكثر سهولة للمزارعين والفلاحين نتيجة انتشار عدد كتير كبير من مراكز التسويق الحبوب للدولة ضمن المحافظة ضمن هاي الرقعة الجغرافية اللي حكينا موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة